مرحبا مواليد برش الحمل معكم كارمي شماس كيف يكون الأسبوع الأخير من شهر نيسان أبريل عم بحكي تحديدا من الأسبوع الذي يبدأ بتاريخ 26 نيسان أبريل للأحد 2 أيار مايو يعني عم نعبر من شهر لشهر لكن الشمس موجود كل الوقت ببرش الثور بهذا الأسبوع في عندنا تأثيرات بالنسبة لإلكم أنتم مواليد برش الحمل مهمة كل من أول أسبوع لآخره معنية العلاقة بيشغلكم بيعملكم تعاملكم مع الناس يمكن التواصل معهم والعمل بشكل حفيظ وبشكل ديبلوماسي فيه أشياء جيدة بيطلع لكم يومين حلوين وبيطلع لكم يمكن 3 أيام لبأسة بهم فبتكون تتابعوا الأيام حسب ما هي وبتمشي عليها وبيمشي الحال البداية طبعا منبلش مثل العادي مع البداية يلي هي يوم هالمرة يوم التانين فقط لغير ليه؟ لأنه يوم التانين واصلين من قبل من عطلك الأسبوع مع الأمر ببرش الميزاني اللي هو ببرش بيعاكسكم وبالتالي بداية هالأسبوع يلي هو أسبوع متعب شوي وطويل نتفي بدايته هي الأتعب ونهاية هالأسبوع كمانها متعبة لكن بدايته فيها شوية معاكسات فضرورة تكون البداية رائقة لحتى تنقول ما تتفركشوا من أول الأسبوع انتبهوا من يوم التانين معكم للساعة 7 و 3 المساء توقيت بيروت يعني 4 و 3 بعض ظهر توقيت العالمي يعني 3 و 3 فجر التالتة يلي عايش بسدني إذن بترتاحوا شوي موالي برش الحمل المساء يوم التانين بترتاحوا التالتة وبترتاحوا الأربعة بترتاحوا شوي التالتة والأربعة يعني تاريخ 27 و 28 ميسان أبريل أنا بعتبرون يومين مناسبين لموالي برش الحمل لحتى يرجعوا يعدوا غراضهم يرجعوا يعدوا ممتلكاتهم مقتنياتهم يحسبوا حساباتهم من جديد لأنه يمكن صار فيه خربطات يمكن صار فيه خنائات يمكن صار فيه تغييرات وضغوط ويمكن اختلفتوا مع حدا وخسرتوا أو ربحتوا فضروري ترجعوا تعملوا حساباتكم مجددا وتحاولوا ترجعوا تقص مغراضكم مثل ما لازم وقتكم علاقاتكم شغلكم إديش رح تعتوا إديش رح تاخدوا حتى تكون الأمور متوازية دايما متوازية هيك تقدروا تجلسوا الثلاثة والأربعة لأنه يلي تعبتوا السبت والأحد والتنين اللي مرأوا ما كانوا هينين طبعا الثلاثة والأربعة كل العالم يقع تحت أثيرات الفلمون من برش العقرب وبالنسبة للكون هذا يعني أو يشير له دلالة إلى موقع مهم مع شخص أو مع جموعة أو مؤسسة يمكن تطالبكم بشيء أو تطلب منكم ترجعوا تابعوا ملف معين فكونوا حاضرين لكن بالنسبة للكون لا يوجد سلبية الأربعة الساعة الساعة السبعة ساعة سبعة المساء توقيت بيروت بيوصل الأمر بنتقل لبش القوس هون بترتاحوا كتير وبتبلش الفرحة وبتتحمسوا مساء الأربعة بتستمر الحماسة وبتستمر الإيجابيات كل يوم الخميس وكل يوم الجمعة حتى الساعة سبعة وتلت المساء توقيت بيروت هذه هي الفترة الأفضل هذه هي الفترة الأفضل بالنسبة للكون تمانية إلى ربع المساء توقيت بيروت الأربعة حتى سبعة وتلت المساء يوم الجمعة توقيت بيروت هذه هي الفترة الأفضل لألكم موالي بشو الحمل هذا الأسبوع الجمعة سبعة وطلت المساء توقيت بيروت بروح الأمالابرش الشدي وبتدخلوا ببعض المعمعات بتبقى هذه المعمعات كل يوم السبت واحد أيار مايو وأيضا الأحد اتنين أيار مايو حتى الساعة عشر ونصف المساء توقيت بيروت فترة رح بتكون متعبين أطلت الأسبوع السبت والأحد متعبين متعبين فحاولوا أن تشهلوا بالأيام الأكثر حظا أسبوع بدو انتباه ليس عاطلا ليس سلبيا وليس معاكسا هالأد لكن بدو نتفيذ دراية وانتباه كل موالي بشو الحمل محظوظين اليوم بدي أتمنى لكم أسبوع حلو ما تنسوا تسمعوا الأبراش الشهرية وأيضا ما تنسوا تتابعوا الأبراش اليومية للمزيد من التفاصيل شكرا للكم باي باي